بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وجاء في البرقية أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسماء آيات التهنئة سائلين المولى أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمناسبة إشراق الذكرى المولد النبوي الشريف كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علا كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد ذكي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة أسام عسكر بمناسبة ذكرى المولد النبوي كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين حيث أعرب فيها عن صادق التهاني وأطيب الأمان بمناسبة المولد النبوي الشريف شكرا